مسمار أخير في نعش المشروع الأمريكي الإنقلابي في فنزولا النيابة العامة في كاركاس تصدر مذكرة اعتقال بحق المعارض خوان جويدو المقيم في الولايات المتحدة وتسعى إلى طلب نشرة حمراء بحقه بناء على تحقيقات أجرتها محكمة أمريكية انتكاسات مستمرة تطال جويدو منذ لحظة فشل انقلابه المدعوم أمريكيا ضد الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو وتخل المعارضة الفنزولية عنه وحلها الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها لتأتي بعدها إدانته محليا ودوليا بجرائم متعددة خوان جويدو وعصابته ترأس حكومة وهمية تسببت في خسائر للدولة الفنزولية بنحو 20 مليار دولار أمريكي أصدرنا مذكرة اعتقال بحق جويدو وسنطلب الإنذار الأحمر من الانتربول سيدفع ثمن جرائمه هكذا فشلت الاستراتيجية الأمريكية في فنزولا منذ لحظة تنصيب جويدو نفسه رئيسا بدعم أمريكي من دون أي شرعية وها هي اليوم تمهد لرفع الغطاء عنه شاهدة على آخر فصول فشلها بعد أن فقد جويدو دعم بعض الحكومات الأجنبية وانفصلت دول أخرى عن المسار الأمريكي في مقاربة السياسات تجاه فنزولا كما تحرك رؤساء في العالم باتجاه إعادة العلاقات مع كاركاس وتعزيزها فنزولا استعدت في عهد مادورو والانفتاح الدبلوماسي عليها من قوان عالمية كروسيا والصين وإيران فرضا على الولايات المتحدة إعادة فتح قنوات التواصل مع كاركاس وإن بنحو غير مباشر هذا التواصل برز في أعلان الإدارة الأمريكية أخيرا استئناف عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى فنزولا بعد اتفاق مع كاركاس خطوة قد تمهد لمزيد من التواصل ولسيما مع حاجة الولايات المتحدة إلى فنزولا باعتبارها مصدرا بديلا لإمدادات النفط التي يحتاجها الغرب بشدة في ظل مقاطعة النفط الروسي وعزم الإدارة الأمريكية على مراجعة عقوباتها بحق كاركاس بعد فشلها في تقييل فنزولا على ميجان